بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه باستخدام جميع الأسلحة الشرعية وغير الشرعية أولها رفض الدعوات إلى تحقيق دولي وآخرها ما يحدث الآن من محاولات طمس الحقيقة وإقفال القضية من خلال ما تعرض له قضاة التحقيق في الحادث فبالأمس كان القاضي فادي سوان واليوم خلفه القاضي طارق البيطار الذي يتعرض لأعنف هجوم سياسي وضغوط واتهامات وحملات تشويه وتهديدات بعد أن تبلغ بدعوة تقدم بها وزير سابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاضي آخر ردا على طلب استجوابه بصفته مدعا عليه القاضي بيطار علق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوة أو رفضها منظمة العفو الدولي أكدت أن السلطات في لبنان تحاول من جديد عرقلة مسار العدالة وحماية المسؤولين من الخضوع للتحقيق باسم الحصانات والذي اتضح جليا من خلال توجيه التهم لقاضي التحقيق والاعتداء على أهل الضحايا في أكثر من مناسبة تطور خطير جاء عقب تسريب رسالة على لسان رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في ميليشيا حزب الله وفيك صفا إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق فقد أبلغه فيها أن الميليشيا ستبقى معارضا شرسا لعمل المحقق العدلي فضلا عن التهديد باقتلعه من منصبه إذا استمر باعتماد أسلوبه المرفوض في التحقيق أما منظمة هيومان رايس ووتش فقد أكدت أن ما يحصل في الساحة اللبنانية يظهر بوضوح الجهد الذي تبذله الطبقة السياسية اللبنانية لتقويض التحقيق وعرقلته للإفلات من العدالة في إحدى أكبر الجرائم في تاريخ لبنان الحديث